موسيقى موجزا لأهم الأخبار أهلا ومرحبا بكم ترأس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر تناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله والمتضمن القضايا الوطنية والمصيرية لتحديد خيارات الشعب وبناء مستقبل اليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد التي أجمع عليها الشعب من خلال مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد التي انقلب عليها تحالف الحوثي وصالحا عقد في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأسبوعي لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة برئاسة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن صالح قائد الزنداني واستعرض الاجتماع النجاحات الميدانية التي يحققها أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة ميليشيات الانقلاب المتمردة ومستوى اليقظة القتالية والأمنية العالية لتلك الوحدات ودورها الإيجابي في تطبيع الأمن والاستقرار في عموم البلاد قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من التحالف العربي سيطر على أجزاء واسعة من معسكر خالد بن الوليد من ميليشيات الانقلاب وأضاف المصدر أن عملية التمشيط للمعسكر أسفرت عن قتل العشرات من الانقلابيين وأسر آخرين بينهم قيادات ميدانية كبيرة وذكر أن الجيش سيطر أيضا على الخطة الاسفلتية الرابط بين محافظتي تعز والحديدة وقطع امدادات الانقلابيين لقي قائد شرطة العسكرية التابع لميليشيات الانقلاب بمحافظة صعدة المدعو أمين الحميري مصرعه مع عدد من مرافقه بمحور البقع شمال المحافظة وأفادت مصادر عسكرية مقتل قائد الشرطة العسكرية الموالي للمخلوع صالح وعدد من مرافقه بمحور البقع وأضاف المصدر أن المدعو الحميري قائد فرع قوات الشرطة العسكرية في صعدة قتل مع سبعة من مرافقه بغارة لطائرات التحالف العربي في محور البقع شرق صعدة تدور اشتباكات هي الأعنف في موقع المختبئ بمديرية ذي ناعم بين ميليشيات الانقلاب من جهة وابطال المقاومة الشعبية من جهة أخرى وبحسب شهود عيان فإن الميليشيات تشن قصفا عنيفا بمدافع الهاون على منازل ومصالح المواطنين بمنطقة يفعان بمديرية ذي ناعم جددت ميليشيات الانقلاب قصفها لسكان قرى العود غرب محافظة الضالع وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل صناعة التابع لمديرية بعدان بمحافظة إب قصفت قرى العود مأثار الخوف والفزع في أوصات الأطفال والنساء هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة حماك غرب المحافظة وأجبرت قوات الجيش الوطنية الميليشيات الانقلابية على التوقف عن قصف المدنيين بعد أن استهدفت قوات الجيش مصدر القذائف التي سقطت على قرى العودة ختاما شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة